وسط موجة من التفاؤل أعرب المشاركون بمعرض سوق السفر العربي المقام في دبي أعربوا عن أملهم في عودة قطاع السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة وتحت شعار بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة تم تسليط الضوء بشكل رئيسي من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السفر والسياحة في ظل جائحة كورونا ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود المفروضة على السفر إضافة إلى مناقشة ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة بعض المشاركين كشفوا عن خطط متفائلة للخروج بالقطاع من أزمة كورونا التي كان لها الأثر البالغ على السفر والسياحة نحن كيف نسويها حملاتنا ترويجية شغالين عليها مع الأسواق اللي قاعدة تفتاح فنحن مستعدين على تغطية فوق خمسين سوق لأنه اللي نحن كنا معتادين عليه من 2019 فنبغي نرجع إن شاء الله لهالأرقام بس حاليا نحن الدول اللي راح تفتاح ما نعرف فهالأشياء هاي قادة تتقلب وتتغير يوم ورا يوم فنحن متقيدين حين بهالأشياء هاي وفي نفس الوقت قادة نشتغل مع الدول الأخرى مع الوزارات الخارجية مثلا ومع حتى طيران إمارات وفلاي دبي وغيرهم من الشركات المستعدين أن يشتغلون ويبون سياح للدبي من جانب آخر أكدت بعض الجهات حرصها التام على السلامة واعتمادها أعلى المعايير العالمية لإطلاق فعالياتها المستقبلية بكفاءة مؤكدة التزام الجهات المشاركة في الفعاليات القادمة دون أي تغيير ما زال عدد من الدول المشاركة هو نفسه لدينا 190 دولة مشاركة والكثير من شركاء التجاريين بقوا معنا ويرفرون لنا الدعم مع اختتام أعمال معرض سوق السفر العربي بنسخته الثامنة والعشرين بدبي يأمل المشاركون في استقطاب العديد من السياح والمسافرين من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال وضع خارطة طريق لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاعي السفر والسياحة الاقتصاد الشرق مع بلومبرغ عبدالله عيسى